اني كامل يا شباب؟ طيب عايزين بقى نرجع ليه البروجيكت اللي احنا عملنا له جريت للنست بروجيكت تمام كده عشان نبدأ نشوف الشكل بتاعه ونبدأ نتكلم عن الاركتشار بتاعه تمام كده؟ طيب مكوناتو يعني ايه؟ لو تفتكروا احنا ما نتكلم عن النست كنا بنقول ان اهم من مميزات نست ان هي ببسطة خالص بتسولف المين بروبلم اركتشار يعني هو بوفر لك الاركتشار والنيمن كونفنشن تمام كده؟ طيب نرجع تاني كده ليه البروجيكت اللي احنا عملنا له جريت هنقبر الديني كده شوية هنلا بسطة خالص يعني اخد النظرة الاولى كده هتلاقي ان معظم الحاجات يعني هي مش جيدة قوي يعني احنا في حيات احنا عملناها قبل كده او هي مرض عليك قبل كده تمام كده؟ مثلا الفولدر بتاعه النود م Sunds دا اللي فيه الموديولز اللي انت عمل لها install جوال ً. لو دا خلنا The ま Questchedule実li 데اعات عمل لها install فمسلا لو هنا theblances و determinants is is here هتلاقي مسلا عندي حاجة اسمها الن었습니다 common والنست نست كونان والنست نست تعتمد عليهم هتلاقي نست نست اعتمد عليك وبهانندة انت ستا تستطيع منهم حاجات كثير جدا تمام كده؟ وطبعا بتعتمد على اكس بريس وهنتكلم عن ان انا هعملكو فيديو مخصوص للكوزة ده از اتش بي سيرفر فانا هنلاقي هنا ان هي بتعلمات اكس بريس بس تقدر ان انت تغير اكس بريس وتستخدم فاستفاي تمام كده وعندي هنا بكش تانية اسمها الريفليكت ميتا داتا اللي خاصها بالدكوريترز الكلام ده وفي نفس وقت عندي هنا الار اكس جي اس وهكذا دي ادي بالنسس اللي موجودة عندك الخلاصة ان هي النود موديلز موجود هنا تمام كده طيب هنا الاسلنت ار سي ده الفايل بتاع الاسلنت اللي بيعمل فيه خاصة بالاسلنت علشان لو في بقز معينة لو تفكروا لما نتكلم عن الرولز مسلا ولا لكم لو فيه مسلا انت كاتب مسلا كونسل دوت لوج فاطلع لي وورن مطلع لشي وورن الكلام ده كله يعني دام كنا اتكلمنا فيه في كرس النود برضو انت يعني ده مش مش حاجة مهمة اوي كده كده هم مزبطين كل الكونفجرشن انت علش محتاج تزبط اي حاجة هو منديك جهز انا بس بشرح المكونات بتاعته ايه تمام كده الجيت اجنور عارفين الجيت اجنور بيمنع الحاجات دين هي تطلع الجيت تمام كده طبعا الفولدر ده مش موجود عندي بس طبعا احنا نجد طيب سكريبت فلما بيحصل هطلع لي هنا فولدر اسمه تمام كده هيبقى جواه كود الجافا سكريبت تمام كده شباب وطبعا واحنا شغالين هنبدأ نشوف كده كلام ده بنينا يعني تمام كده طيب عندي هنا انا بيقول لك بس مرة سريعة كده عن مكونات اللي اتعامل عندي طيب انا عندي هنا ده برضو بتاعي اللي انا بستخدمه ده مثلا بحيث ان انا اي حاجة اكتبها لو في دابل كود خليها انت برضو مش هتعدل حاجة احنا هنستخدم الحاجات الديفولت اصلا مجهزها لنا انا كده هنا ببسطة خالص هنا دوت نست بتستخدمه علشان لما نيجي نعمل مسلا استخدم بقى مش حنا كان عندنا اللي عملنا بكريت ده هقدر اعمله برضو عشان هقدر اكريت مسلا موديول فبسطة خالص اغلب الحاجات دي او قريدي اصلا موديولز وكل الكلام ده هبقى موجود جوه فانا بوضع بس ان هنا ده هيشتغل جوه تمام كده برضو حاجة ما تخصكش قوي هنا طبعا قلنا اللي هيقوم موجود على تمام كده هم قريدي يحطين شوية حاجات جاهزة عايز تغير انتغير مفيش مشكلة تمام كده ونيجي هنا بالجوز الخاص بي اسكون فيج لبسطة خالصة احنا في الاول الاخر قلنا احنا نكتب جوهier نست تاعم كده بس في الاول الاخر احنا عندنا ايه مش هنطلع تايف اسكريبت في الاخر هتحتويل لجاوفا سكريبت تمام كده فحتى لو بصننا في الاخر هيبقى عان minimum بره هنا هو تيسد هيبقى جواه السورس كود بتاع الي احنا كتبنا تايف اسكريبت هيتحول ليه طيب اللي احنا قد نقل طيب سكريبت هيتحول لجابا سكريبت بس كل الكلام ده النست بتعملولي في بابل بيتم في الاخر كنبيلر بيحول الكلام ده من من طيب سكريبت لجابا سكريبت احنا بسطة خالص كل جاهزة احنا مش هنعمل حاجة احنا هنفوكس على وهو ده الهدف الاساسي من الفريمورك دي طبعا احنا لو كنا بنعمل كريات مسلا بستخدام واحنا اللي بنعمله عشان عايزين مسلا نستخدم طيب سكريبت كن احنا بقى هنقعد نعمل كل دي كل دي يا شباب مفهودنا هي يعني انت محتاج ان انت تركز على عشان تقدر يعني ايه تنفز بتاعك وتقدر ان ايه نفسه بقى فيه يعني حاجات معقدة وهو ده الاوبوت اللي انت عايزة تطلعه في الاخر فده انت محتاج تفوكس عليه مش ان انت تبقى تفوكس على وحاجات خاصة بالمشروع وصل الفكرة ازاي فبنائنا عليه هو ده الهدف من نست تمام كده طيب نيجي بقى الاهم فولدر عندي نفتحه كده هنلاقي السورس ده بقى اللي هيبقى على جواه كل او بتاع المشروع بتاعي لو بصنا كده هتلاقي انا عندي ده الاول فايل بتم ارايته او نقدر نقول ان هو هي الستارت بوينت بتاعتي البرنامج عندي ده الستارت بوينت للناس اللي مسلا اللي جاية من جوفا لها مسلا كان بيبقى عندك مسلا ميسو تسمعها مين وتبدأت هي المين دي اول حاجة بيعمل لها كل اوما من قبل كشان يفتح كذلك مسلا الناس اللي كانت بتذكر في الوقت اردو بتكتب دارت هكذا انا عندي بتاعتي هي دي اللي اسمها طبعا انت ممكن تسميها اي حاجة تمام كده بس احنا هي بتاعها او ني من جوانست اسمها هي عادية خالص كل الحكاية ان ابيعمل للاب تمام كده وبقى لو تفتكروا بدلا ما احنا كنا بنستخدم الايام ما احنا كنا بنستخدم نود كنا بنقول ايه مع نود على طول لو تفتكروا هنا لأ عندي تعام كده دي جاية منين زي ما قلت اغلب الحاجات اللي احنا بنستخدمها من هتقوم معتمدة على الحاجتين اللي احنا قلنا عليهم هنا تعام كده تعام كده تعام كده فلو رجعنا هنا هي عبارة عن عادية خالص بتم مناداتها اهو بعد كده هنا تعام كده بعمل للآب ده بتاع بها يحصل ايه ان انا عندي هنا ده عبارة عن جواه اسمها بتياخد عندي موديول تعام كده وهنشوف الموديول ده عبارة عن ايه ده هيبقى الروت موديول بتاعي تعام كده وبعد كده خاص بقى عندي الآب ده تعام كده من الآب دوت قادر اعمل عليه تعام كده وباي ديفولت احنا قلنا بتستخدم تعم كده وتقدر تغير الكلام ده يبقى سريعا كده تاني الهدف من الفايل ده ده البرنامج بتاعي البرنامج بتاعي بيبدأ من هنا طبعا احنا هنستخدم الآب ده الانستانس ده الابجكت ده يعني اللي اتعمل من وهنبدأ ان احنا نعمل بي حاجات تانية تعام كده بس هنبدأ ان نشوف الكلام ده قدام بس خلينا احنا بس بناخد لفة سريعة وطبعا بطبع احنا نشركه ده هيتعاد معنا تاني تعام كده طيب ده كده التعمل كده او الفايل او البتاعتي طيب احنا هنا ايه اللي مستطيعونه هتلاقي هنا واذا قلنا ده فخلانا ندوس عليه اللي هو هنا تعام كده بساعدية خلانا روح نشوف تعالي تاب ده بتقس كده ما تتخضش من ده لان بقول ده اسم دوقت تعمل كده حاجة تمتدوشوية صداع Map3 داتا لنست عشان نست تقدر تشوف هي هتعامل ازاي مع ده لكن مبسط خالص هنعمل بس دلوقتي ده كده قط هو عبارة عن ايه؟ عادي خالص اسمه اب موديول تمام كده؟ كل حكاية من عنده دكريتور ده انا مستدعيه من اين؟ من نست جي اس كومن زي ما قلت هيبقى دايما اغلب الحاجات اللي طبعا نست احنا مستدعنا اما نست جي اس كومن ده غالبا من كومن او غالبا من نست جي اس كور تعمل كده؟ طيب هنا عندها اسمها هاسمها جاي بالآب كنترولر جاي بالآب كنترولر جاي بالآب سيرفز انا مش محتاجك يعني تفهم دلوقتي كل الكلام ده احنا بس ماشين واحدة واحدة ده بيوصل ازاي انا وصلت هنا بتاعتي اول حاجة بتستعديه الروت موديول بتاعي الروت موديول بتاعي مستدعي جواه والآب سيرفز تعمل كده؟ وهبارة عن ايه؟ هبارة عن كلاس عادي خالص بدكوريتور اسمه موديول طيب تعالي نروح للآب كنترولر تعالي نروح كده هنا للآب كنترولر هتلاقي هنا برضو نفس فكرة سيبك من ده خالص ده اسمه هو بارة عن ايه؟ شيل اهو ده كده خلنا نعمل له قط الوقتي القلاس عادي خالص اسمه كل حكاية انه هو مع دكوريتور اسمه كنترولر والدكوريتور ده جاي من اين؟ جايبينه من نست كومان تعم؟ رجع تاني اللي احنا شلناه تعم كده؟ وده هكون بس عاديها الآب سيرفز تعم كده؟ طيب تعالي نروح له الآب سيرفز برضو ما تخضش من ايه مجرد عادي جدا وهنفهم كم ده واحدة ماشيين تعم كده؟ حاجة بتروفايد ميتا داتا للنست عشان للنست تعرف هي هتعمل ايه بالكلاس ده؟ تعم كده؟ طيب برضو نفس فكرة شيل دي هي عبارة عن كلاس خالص يعني عبارة عن كلاس عادي خالص اسمه وجوه هي ميسود اسمها جيتها له هنشوف برضو كم ده لما نشغل بتاعنا تمام؟ بس هنفهم ببساطة كل حاجة بالتفصيل دلوقتي تمام كده؟ طيب يعني ده اول ما نشوف كلمة او يبقى ده للكنترولر تمام كده؟ مش هنتعرف دي دلوقتي سيبه خالص في اخر الكورس نشوف كده ازا كنا نقدر نشرح كام درسة عن التست تمام كده؟ طيب نجي هنا تاني يا شباب انه مر سريعا انا عندي اول حاجة للسترفوينت بتاعتي لمن دوت اس جول من دوتي اس، عندي اول حاجة الاب موديول لو اروحنا عاصلا ببصين هنا على الموديول لانهمان اقول كلمة الروت لو اروحنا هنا بالموديول طيب كده؟ هتلاقي ده الروت اللي هو الروت، طيب كده اهو طيب اهو طيب قبيرها عبارة عن ايه؟ قلنا كلاس عادي خالص حتى اروح نبص هنا في الشرح بتاعه يا شباب بقول لك اهو الموديولز الموديول عبارة عن كلاس كلاس عادي خالص بحاجة اسمها اسمه موديول دكريتور تمام كده يعني هو كلاس عادي خالص كل حكاية ان هو بحاجة اسمها تب ده بيعمل ايه بيعمل بروفايد ميتا داتا لنست عشان نيت نست تستخدمه عشان تقدر تعمل للابليكيشن تعمل كده يعني بست خالص من خلال الميتا داتا اللي اسمه بتقدر نست تفهم او تعمل 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 كده لان بست خالص زي ما قلنا دي داتا هي بروفايد داتا ايه الدياتا اللي بروفايدها لنست بص هتلاقينا ايه انا بروفايد كنترولر ايه هي اللي انا معتمد عليها كل الكلام ده وهنفهم الكلام ده مع التفاصيل نعايزك بس تاخد ايه عن او بتاع مشروع بس يا برا عن ايه لك احنا كده كده انا همسح لكم الفايلات دي وهنبدأ نكتب الكلام ده بادينا وهيبدأ الموضوع يثبت ومش هستخدم بتاع نسي اللقاي دلوقتي واحدة واحدة بس تمام كده بس خليك فاهم نحنا كده بناخد يعني انت لو اطلقت من الفيديو ده فاهم خمسين في المية من اللي انا بقوله كويس انت حقيقة كويسة لسه هتفهم الكلام ده بالتفاصيل هنمسح نكتب اصلا الكلام ده بقيدينا افضل تمام كده? طيب نرجع تاني للمشروب بتاعنا يجبقى احنا قلنا ان هنا بتاعتي معتمدة على الروت موديول الروت موديول هنا عندي جواية حاجة اسمها والأب سيرفيس جوه لما رحنا جونا موعتمدة على تبالك حاجة معتمدة على حاجة المين جواه الموديول الموديول جواه الكونترول�� langترولر معتمدة علىта مكده كل حاجة طب ايه الهدف من ده احنا بنعمل حاجة معنا بقى اللي هو كل جزء اما مختص بحاجة وهنفهم يعني ده انا مش عايزة اشرح لكم ده بعمل ايه? ومش عايزة اشرح لكم ده بتعمل ايه دلوقتي? لان احنا هنشيل الكلام ده ونبدأ نكتبه تاني. تمام كده? ماشي. خلينا نرن بقى بتاعنا ونمشي كده واحدة واحدة ونشوف بتاعنا الحاجة اللي طلحها لي طلحها ازاي? تمام? وبعد كده هنبدأ نشرح كل جزء كل برط منفصلة. ايه هو كنترولر ايه هو السيرفيز وهو الموديول وهكذا. تمام كده? نرجع طبع عشان بتاعنا لو روحنا للباكش دو جيسون تمام كده? هنلاقي ان احنا عندنا هنا في الجزء الخاص انا هرجع تاني زوم قوت عشان انا محبش الحاجة تبقى يعني زوم قوي كده. فهنلاقي هنا عشان اعمل ايه? المشروب بتاعي. طيب هنا عشان ببساطة خالص ان انا عايز عشان لما اغير حاجة. حاليا بس انا هكتفي بنس فانا كل حكاية انا عايز عامل ايه? نفتح ترمن وهو الان بي ام ستارت. تمام كده? ونسيوه. طبعا احنا تلقى تفتكره في كان هنا وخبلك هنا لما عملت هنا شفت جالي هنا ايه? تمام كده لان هو حول الكود التايب سكريبت ده حوله لكود جوابا سكريبت. تمام كده? انت ملكش دعوة بالدس ده خالص بس ده الهدف زي ما قلنا لما احنا كنا بنتكلم عن الجوز الخاص بالتي اس وقلت لك ان هو هيطلع في الاخر الاوت دايريكتوري هيطلع لك ديست دايريكتوري كواء التحويل بتاع الكود التايب سكريبت الجوابا سكريبت انت ملكش دعوة ما عملتش اي حاجة. كلام ده اقول له نست هي اللي وفرته لي. تمام كده? طيب. خلينا بقى نفل ده كده الحاجات دي كده. خلينا نمشي مع بعض كده خلينا بس بتاعتي. ده قتي لدي عندي على ايه? تلات تلاف. ولو لاحظنا قال لك اه وبعد كده اب موديول هو اول حاجة الموديول هاصل له تعام كده? وبعد الموديول قلنا كنترولر وبعد كنترولر السيرفز. تعام كده? طيب خلينا كده نروح للوكال تلات تلاف. فنقول هنا. لوكال تلات تلاف. تعام كده? هتلاقي تلات لك زي ما انت شايف كده. تمام كده? طيب خلينا نرجع تاني كده ونشوف. عادينا نوصى نشوف الرسالة دي جات من ايه? هتلاقي زي ما قلنا. انا عندي هنا الاب موديول. تمام كده? طيب تعالي عم نروح للاب موديول. الاب موديول معتمد على الاب كنترولر. واب سيرفز. طيب تعالي نروح للاب كنترولر. جوه الاب كنترولر لان عندي مواتمد حاسمها وهنفهم يعني ايه ديبندانس انجيكشن هعمل لكم درس مخصوص لمواتمد عشان تفهمو التفصيل. هنلاقي ان احنا هنا بنتكلم عن عندك هنا. طيب خلنا نروح وجوه الاب سيرفز احنا كل حكاة استدعينا زيز لوت احنا عرفنا من الاب سيرفز. تمام كده? نستنس من الاب سيرفز. والاب سيرفز جوه اسمها جيت هلو. تعالي هنروح نشوف جوه الاب سيرفز اللي اسمها جيت هلو. هتلاقي بتعمل ايه? ليه هلو ورل. تمام كده? انا لغاية دلوقتي ما شرحتش يعني ايه ماشرحتش يعني ايه ماشرحتش احمل الكلام ده. انا بس بحاولة مش ايه? احنا اصلا جالنا الاوبوت ده من ايه? هلو اللي جات من ايه? يبقى جات من اين? جات اهو. من الموديول الموديول المعتمد على الكنترولر. ولو اللح لاحظنا انا عندي عشان كده جيت. تقام كده. بتريترن اللي موجودة جوه. وزي ما قلنا ايه الهدف ليه احنا ده كله بنفصل. كل جزء يبقى مسؤول عن حاجة وهي ده اللي بتوفره للفرم وورك وهي ده ميزة الفرم وورك. هتحس باهمية الكلام ده لما نجي نشتغل على مشروع عملي بقى. ومشروع ده فيه اكتر من موديول زي عندي. والمشروع ده وقت فيه تفاصيل كتير. ازاي المبدأ ده بفادني. لان زي ما شوفنا هنا ما قلنا عندي الموديول. شوفنا احنا هنا في جزء خاص لما قلنا نتكلم عن جزء خاص بالموديول. شوف انت عندك مسلا ده اللي احنا حاليا. اي لازم على الاقل انا عندي واحد. لازم عند موديول لازم أمو وجود عشال يعني ادھائران. تمام كده فلو اوصيي ده به. بعد كده ده هيبقى جواه بقدة الموديولة وكل موديولة زي ما انت شايفها هي عبارة عن فاتشار فانا عن فاتشار واحد كده كل موديول عبارة عن فاتشار فهو كده ميزة انها فصالة اللي يودقى جواه موديول. والموديول عبارة عن سيرفز اللي هو وعبارة عن كنترولر كنترولر موجود جواها هتشوف كل الكلام ده بالتفصيل تعمل كده من ضمن الحاجات اللي انا سيتقولها لكم برضو لو لاحظت هو نستليه عامل لك اصلا الفايلز دي بايدوفلت او ما بتيجي تعمل عشان يعرفك ان انت لو هتكريت موديول تسميه بالطرق دي اب اسم الموديول دوت موديول دوت تي اس لو هتكريت كنترولر يا مسلا لو انا عندي يوزر يبقى يوزر دا版 احنا عندي سماعه يوزر يبقى يوزر podéisوزر دوت موديول دوت اس لو عندي اه اسمه نفس الفكرة ليأبقى عليها كنترولر يبقى يوزر دوت كنترولر دوت اس وهكذا طب لو عندي سماعه اتشات نفس الفكرة يبقى تشات دوت موديول هنا بيعرفك اللي امدي تمشي عليه يعني احنا نمشي على موديول لتنمشي معين 4mas NISع النفسها هي اللي بتقول ان احنا نمشي بالطريقة دي. تمام كده يا شباب? طيب يا شباب. احنا كده اخدنا سريع. احنا لسه مش رحلاش كل حاجة بالتفصيل. سريع اللي نزل مع نست. في ايه عندي? تمام كده? لو وصلت لحد الجزء ده من الفيديو ومهتم بالمحتوى اللي احنا بنقدمه. ادخل الاكاديمية وشوف الكورسات المتاحة. واشترك في الكورس اللي نسبك او الخطة اللي تنسبك. دعمك مهم لنا عشان نستمر في تقديم وتطوير محتوى قوي باللغة العربية.